اهلا بكم الى موجز اخبار الان شنت مقاتلات روسية غارات جوية على قريتي بر الشرقي وحمادة عمر الواقعتين في ريف حما الشرقي من دون ورود معلومات عن سقوط قتلى او جرحى وتتعرض قرى وبلدات في ريف حما الواقعة تحت سيطرة المعارضة لقصف جويا ومدفعيا مستمر من قبل قوات النظام السوري قتل مسلحان من داعش غلال محاولة لافراد التنظيم شن هجمات متفرقة ضد تجمعات القوات الحكومية جنوب كاركوب والموصل يأتي هذا فيما افادت مصادر اخرى باعلان داعش الاستنفار داخل تلعفر تحسبا للمعركة المرتقبة اذ بدى افراده بحفر الخنادق على اطراف القضاء في محاولة منهم لمنع تقدم الجيش العراقي اعلن وزير الصحة اليمني ان عدد حالات الوفاة النتيجة عن الكوليرا في بلاده منذ السابع والعشرين من نيسان ابريل الماضي وحتى نهاية يوليو تموز الماضي بلغ الفا وثمانمائة وتسعين حالة في عموم المحافظات وقال الوزير ان اغلب حالات الوفاة تركزت في محافظات حجة وصنعاء والحديدة وعمران واب التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين استعادت قوات الامن الافغانية السيطرة على منطقة في اقليم باكتيا شرق البلاد عقب معارك مع افراد طالبان سيطر فيها الجانبان على مجموعة من المناطق المهمة في الايام الاخيرة وقال رئيس شرطة باكتيا ان قوات الامن استعادت السيطرة على منطقة جان خيل وقتلت العشرات من طالبان اطقت القوات البورمية طلقات تحذيرية في الهواء خلال مدهمة استمرت يوما لقرية تعيش فيها اقلية الروهينجا المسلمة وتعيش المناطق الواقعة شمال غربي ميانمار على وقع الاضطرابات منذ نهاية العام الماضي حين هاجم مسلحون مراكز للشرطة فردت السلطات بشن حملة عسكرية مستمرة منذ شهور تقول الامم المتحدة انها قد ترقى الى مستوى التطهير العرقي كشف متحدث باسم الشركة الفرنسية الهولندية للطيران ان الشركة وسعت منطقتها لحظر الطيران فوق كوريا الشمالية بعد مرور احدى طائراتها عبر الموقع الذي سقط فيه بعد عشر دقائق صاروخ فاليستي واضح المتحدث ان الشركة تقوم برحلات مباشرة الى توكيو واوساكا في اليابان وان توسيع منطقة حظر الطيران قد يجعل الرحلات اطول ذكرت تسريبات حديثة ان هاتف ايفون 8 المرتقب سيجري تزويده بكاميرا متقدمة وان عدستيها الخلفية والامامية تستطيعان تسجيل الفيديو بدقة عالية وكانت تسريبات سابقة قد اشارت لان اهم ما يشد الانتباه في ايفون 8 المرتقب هو غياب الزر الرئيس عن الشاشة الى اللقاء اشتركوا في القناة